في طريقك إلى الخشية وقاسمنا بيتك اذكر الله وانت بين أبنائك وبناتك اذكر الله وقل لآن وحين إن في خلق السماوات والأرض واختبع في الليل والنار آيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت والله جل وعلا يقول ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن غلب عليه استماع الفواحش والالتفات إليها والاشتغال بها حرم من نعمة ذكر الله ومن غلب عليه حب الله والرضى بدينه والمسارعة إلى مرضاته غلب عليه أن يذكر الله في كل آن وحين وليعلم كل أحد أن ذكر الله حياة الظمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر قال أصدق القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ترجمة نانسي قنقر قال أكبر ومكشف